لا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم احباء الغاليين متابعين السباكة النهاردة طبعا جيب لكم اخر اصدار واخر فكرة ان شاء الله اه طبعا ما فيش بعد كده اكل تكلفة ده خلاط اه سخنة وبارد بدون سيانة اه طبعا حية جديدة ان شاء الله اه هتعجبكم بازن الله طبعا انا هعمل بس مخرج عشان اركبه بدل ما اجرب اه اه السخنة والبارد على الحنفية لا ان شاء الله هنعمل له مخرج وهنركبه مع بعض ده حرف ايه نص بوصة بسن اه طبعا الفتحة بتاع الخلاط معانا خمستاشر سنطي ونص اه يا رب لو عجبتكم الفكرة كده يا جماعة اشتركي في القناة وتشايروا الفيديو عشان يوصل لكل الناس تستفيد منه اه ده طبعا اه مصورة نص بوصة هنركب لها ان شاء الله اه كرانكات طبعا فكرة النهاردة الخلاط اه انا عملت لكم الفيديو اللي عادة كان طبعا اه جزء بس بسيط الحمد لله ان احنا اه تم اه الانتهاء منه فكرة بسيطة خالص وان شاء الله اه يعني استخدامها منتاز جدا ومفيش بقى صالة خالص اه كل اللي بنحتاجه قطع بولي مفيش اي قلب ولا كوبش خالص هتركب معنا ان شاء الله حتى الانطارة برضو عملها لكم اه شبيهة الانطارة الهند ميكسر اه الحاجة التانية ان هو يعني كل اللي احنا بنحتاجه في الخلاط ده جماعة اه تلاتة تح اه حرف تيه تلاتة اربع اه اربعة طبع نهاية خط وبنحتاج معانا اه حوالي تلاتين سنطي اه مسورة تلاتة اربع اللي احنا بنعملهم للانطارة ان شاء الله معانا. اه ما بنحتاجش اللي هي حوالي عشرة سنطي مسورة نص بوصة دول اللي احنا ايه بنعملهم في الجزء الاخيري اللي هو الجزء اللي هو بداخل اللي تخلط معانا. اه اول مرة تشوفوا القارعة بتاعت النهاردة. اه اه طبعا لازم نلمح الفتحتين على بعض. اه مهم جدا ان احنا حتى في التأسيس يكون المخارج بتاعتنا على اه وش اللحاب معانا يعني انا ممكن نحط الميزان بحيس ان ما يكونش فيه اه سن طالع لفوق وسن داخل لان ساعد اه ما بيكونش الوش بتاع الكعان ده في التأسيس عادل معانا. فطبعا ده بتوبقى مشكلة في تركيب الخلاط. وآآ ممكن يتم التكسير في البراطة يعني عشان الخلاط يركب معانا. طبعا اول حاجة بنقفر المية عشان ما ينفعش يكون في مية موجودة معنا في الخط خالص اثناء اللحام. زي منك يدلمت قبل كده. هنحل مع بعض ان شاء الله الحنفية. او انا اه ما بحب اصنع حاجة والله قد انتم شايفين يعني بحب اجيب 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 اجيبها عشان محدش يعلق اقول لك اه اه زي ما علوه مسلا على الحنفية الشجرة اللي انا عملتها قال لك ان ضغط المية اه لو في ضغط مية قوي الانطارة ممكن تطلع اه من الحنفية الشجرة اللي انت شبطوها. طبعا ده من الصعب. اه ليه? لان الكتعة المصورة اللي هي معمولة انطارة داي معها نازلة في الحرف التية. اه اسفل يعني لغاية اسفل الدخول بتاع المية. يعني احنا شايفين انا كنت عاملها في حرف التية واصلة لغاية الجزء اللي هو في الاسفل اللي هو متطبب معنا. يبقى انا عندي دلوقتي المية حتى ما بيكون حتى قوية اه لو هي فوق المخرج بتاع المية ممكن تطلع معايا بتاعة. لكن ده هي نازلة عن مستوى الدخول بتاع المية معنا. ده معنا الخلاطة واجه معا. طبعا اه بيركاب له برضو كوتشات. نفس الكوتشة اللي هي اه تلات تربع. ده طبعا مش غالية موجودة متوفرة. دي الطبات اللي هي اه نهاية العامية او طبعا نهاية خط زي ما بتسموها. طبعا كل اللي بنحتاجه فيها اربعة زي ما احنا شايفين اتنين بنشغالهم اه للكبشة واتنين بنشغالهم صامولة. طبعا معمول لومسن وعارفين الطبات دي بتكون محملة معنا. ومعمول المخرج بتاعها مكان اللي هو الكعب بتاع الخلاط. اه يعني احنا كده بدلنا الصامولة اللي هي النحاسة والتوتيا اللي موجودة. وحطينا مكانها اللي هي الطبع اه نفس الفجر. اه الحاجة التانية اللي هو الكعب اللي مش بتوفر يا جماعة حلت لكم المشكلة هي وعملناها قطعة مصورة. زي ما انتشوفت في فيديو السابق. اه قطعة مصورة نص بوصة. دي اه حلت مكان الكعب بتاع الخلاط معاني. طبعا ضغط مية ما شاء الله اه قوي جدا. الميزة الحلوة طبعا ان احنا اه يعني ممكن نشغاله زي نص لف يعني شبيه القلب الصراميك. انا انا عند اللي ركب على الطبتين ده هم من الداخل. اه قطعة مصورة. اه نص بوصة. طبعا معمول فيها شغل ومعمول فيها حيات من جوة. ان شاء الله اه اه هصوره لكم. طبعا زي ما نتكلم ما اخذتش صوره قال له اه ما تشوف الاول هينجح معايا ولا لا? لان طبعا الواحد ما بيجي يعمل تجربة زي كده او اختراع زي كده بيعمله. اه ممكن حاجة برضه اه تبوز منه او اعدل فيه. فطبعا الفكرة كده الحمد لله نجحت. ومن غير اي خسائر والله الحمد لله. طبعا بس لفة بسيطة كده احنا عندي عامل فتحة كبيرة في المصورة المص بوصة اللي في الداخل. اه رخرة بتديني اه ضغط مية كوي. الحاجة التانية الجاملة برضو ان الانطارة زي ما انتم شايفين انا مكسحة. وعمل فيها نفس فكرة الانطارة طبعا شكلي اشي جدا مش راكب لها صمولة برضو جماعة متحركة معنا. ومعمل لها برضو جوان من الداخل ومعمل لها سن اه في الحرف التية. عشان خاطر برضو ايه? اه حبيبي اللي بيقول لك الخلاط اختراع الغلابة الانطارة سابتة يا ليه التعملها متحركة طبعا عملناها بعد كده في الخلاط هنشوف دلوقت برضو مع بعض. اه كده بقى سنة شمال تقفل سنة ايمين تقفل يعني ممكن اقفل عالجنبين. اه بالشكل اللي انتم شايفينه. مجرد بس من الفتحة اه بتيجي عكس الدخول بتاع المية خلاص بتقفل معنا بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا هنلف لفة كاملة برضو ما فيش مشكلة برضو هيلف وهيجي عند الفتحة اللي انا عملها وهيجيه بضغط مية قوي. اه انا اتعمل طبعا اركب الحرف بتيه ده هو عشان خاطر اه اجرب الخطين الاتنين او السخن والبارد بنفس الشكل يعني. طبعا هو اشغال خط مية بارد ده لكن بيجرب اكنه ركب على خط سخنة وبارد يعني. طبعا ما فيش اي حي خالص معنا اه يعني ما فيش ولا مصمار حتى. يعني المصمار حتى مش موجود فيه. طبعا اه بعد ما سخنت على الانطرة طبعا اه حطتها بجزء عشان تديني اه الشكل البيضاء وده هو عشان ما تبقاش بدخنت المصورة. اه الحاجة التانية طبعا قفلت جزء بالشكل ده هو انا وعملت الفتحة من الاسفل الانطرة اه عشان تديني شكل جمالي وتدي شكل كويس. تحس ان هي فرمة فعلا يعني ومصبوبة. مش مش الشغلية ده يعني. الحمد لله. اه وهنا نعمل لكم الفيديو ده ان شاء الله. وهورديكم ازاي القلب الداخلي ده معمول من جوة. طبعا التوفيق من ربنا الحمد لله وبتشجيع كلنا يا جماعة والله اه يعني انتو الواحد في حاجات بتوبة فعلا يعني اه تايها عن الواحد. بس الحمد لله مدام الواحد اه اه بيفكر ويعمل الحاجة ديا ما فيش حاجة مستحيلة. يعني اي حد يعمل الحاجة دي ان شاء الله هتكون سهلة خلص بالنسبة له. وباقل الامكانيات وباقل التكاليف. انا شايفين ضغط المياه ما شاء الله حاجة كويسة جدا. لانطرة برضو بتحرك معنا. طبعا يا الخلاط بتهز بس عشان المصورة مش سابتة كويس معنا. طبعا لما بيركب معنا على الحيطة في المؤسر اللي بنطلط عليها بيكون اه متسبة اكتر من كده. طبعا انا معليش ما تزاقوش منا جماعة انا بحب بجرب الحاجة مرة واتنين وتلاتة افتحها واقفلها بحيس اه تشوفوا الشغل على الطبيعة لان في اه حبيب كتير وفي بعض المتابين بيعلق يقول لك مسلا اه ده مش هينجح او هيصرب او كده لا الفكرة تمام الحمد لله وان شاء الله هتنفزوها اه باذن الله يعني طبعا هنشوف برضو الخلاط اللي انا يكون تعمله طبعا التصفية دي بس عشان الانطرة معبية مية من الداخل اه لان طبعا انا عامل فقط دوران بتاعها شايفين حتى من بغضتها اه بتصف المية اللي هي جواها ده معانا جماعة انا اش عارب بقى انتم هتختاروا انهروا في افضل ده معانا خلاط اه صناعة مصرية طبعا خلاط منتز جدا اه وانحاس نحاس يعني مش مضروب حقيقة كويسة ده طبعا اه شغلي اللي انت شفته اه قبل كده لكن تكلفته برضو بتكون اه زي ده انا يعني كل ده والله وتعبت في الخلاط ده وعلى ما عملته على اساس انني اقدر اوفر بقدر الامكان شايفين طبعا الشكل الجمالي وخفيف جدا وما فيش اي حاجة ان شاء الله اه يحصل صدع طبعا الصامولة اه معمولة برضو بحرفة عشان خاطر اه تكون اه سهلة وفي اللف معنا او في الحل وربط معنا ده هو كل اللي بنحتاجه تلاتة تلاتة ايه حرف ايه هو اه تلاتة اربع والاربع طباط وكتعة مصورة اه تلاتة اربع قدر اللي بنحتاجه في خلاط ان شاء الله يعيش اه اطول الفترة يعني هعارفين شغل البولي يعني حتى الخلاط التاني ده هو والله ما شاء الله اه مركبه وناجح جدا وفي ناس خادته وشكرت فيه اه لكن يعني اه برضو التكلفة اه بتكون زايدة شوية يعني اه القلب النهاردة النحاس عاد غالي والكبشة برضو عادت غالية فاحنا اه اه اظن ما فيش بعد كده طبعا حقيقة ده معنا اللي هو التلاتة كيات الجديد موجود معانا في السوق اه انتوا هتقدروا تقرنه وما بين انه افضل يريد تكتبوله في التعليقات برضو طبعا الميزة الحلوة في الخلاط ده هو اه انني طبعا ما عم ضغط الكتب المصورة بتاعة العنطرة ديا معانا على اه منجلة فطبعا ادت شكل بيضوي جميل ده لنا خليها شبه العنطرة الهندوميكسر فعلا وآه يارب كنا قدمنا لكم حية مفيدة وما تنسوش العجاب والاشتراك في القناة اعجابكم في الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.